اشتركوا في القناة ووحشتونا المسافة يومين او يومين ونص لكن انا ما ما بهزرش بقول لكم وحشتونا واللي وحشنا اكتر فيكم حاجة ضعت مننا انه ما فيش مساهمة ويبدو يبدو ان الشتاء جه ومتلفتين في البطاطين وقعدين قدام التلفزيون ونيامني يا جدع ظاهر كده يعني فانا كان نفسي يعني ان انتو تساهموا معنا ودحوكم وحرياتكم وصحيح طالما بنقول حوو حرياتكم ما من حقكم ما تساهموش بس يعني طب معنين في كرامكم يعني حتى ولو صدقة يعني وهي ان شاء الله صدقة قليلة تمنع بلاوي كتيرة ونفسنا نسمع لانه افتكارتو اللي كان اتصل واحنا بنتكلم عن زاوي الاعاقة وقال بلاش زاوي الاعاقة ونخليها زاوي الاحتياجات الخاصة يعني عدت علينا لان الاعاقة لفظ قانوني عندنا احنا ما جرحناش ليه لان احنا واخدين عليه لكن هو برضو كان عنده مرها في الحس ولاقطناها وبنشكره عليها لحد الوقت فاحنا برضو نفسنا في التكات الصغيرة بتاعتكم دي لان هي النواية بتسند الزير والزيار كتير قوي في البلد اليومين دول بس كده للفكاهة مساء الخير عليكم واهلا وسهلا بيكم ضيوفكم بالشغراب عليكم ومغاريب اللي الشيطان واحنا ما بنجيبش شياطين عندنا احنا عندنا علماء تسابوا اللي وراهم واللي قدامهم وجم يضيفوا نفسيهم عندكم شوفوا الكلام جاي تلقائي مش واحد مقدم قاعد وعمال يحفظ في الكلمتين قبل ما يخش على الا لا لا احنا عادين على الطبلية وعارفين يعني ايه الطبلية وهي كده ده التلقائي الكلام التلقائي ضيوفكم مش غراب عليكم المرة دي احنا يعني ظلمنا واحد كتير وكنا دايما نخليه للآخر فبستأذن زملائي وهخليه الأول عبدالله بيقى انديل معالي المستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس نادي هيئة النيابة الإدارية شرفتنا ونورتنا اهلا بيك يا دكتور ويعني علشان نصلح اهلا بيك الا ايه الاوضاع لا خليه اه زملنا الفاضل الكريم علينا استاذ الدكتور طارق خضر واللي له معزة اه في القلب خاصة اه هو كان جاي المرة اللي فاتت حصلت له ظروف ويعني رغم أن يوم الثلاث ما بين أسبوش لكن هو قال لك لأ أنا اللي أتحمل وأنا اللي آجي وأهلا وسهلا بيه ونور القناة ونورتنا يا دكتور طارق شكرا دكتور رفض أشكرك فأنا أستاذ الدكتور رجب عبد الكريم طبعا الدكتور طارق أنتوا عارفينه ولا أقدمه كل مرة لا ده هو اللي هو أستاذ الدكتور رئيس قسم القانون العام في أكاديمية الشرطة وحاجات كتير بس هو ما بيحبش بصراحة أنه هو بخاف من الحسد شوي ومحافظ سابق طبعا المحافظ دمياط السابق شفته يعني بس إحنا قلنا أستاذ الدكتور اللي يعنينا هنا هو أنه علمه وقدرته واللي عمله قبل كده ربنا يكافؤ عليه لكن إحنا طلبين منه صفته العلمية على الطبلية بتاعتنا وحنشتغل على كده وعلشان كده مزعلش مني يعني أهي خدت أكتر مني أستاذ الدكتور رجب عبد الكريم أستاذ القانون العام والعام يعني منه الدستوري على فكرة عشان الشعب يعرف يعني هي كلمة العام وفي كلية الحقوق جمعة السادات المستقلة يعني مش المؤقتة الحكومة هي المؤقتة ورئاس الجمهورية هي المؤقتة جمعة السادات المستقلة وعن المنوفية طبعا وحبيبنا وجه معانا أكثر من برة وبصراحة النهاردة أنا اللي قلت عايزين دكتور رجب عبد الكريم علشان بيبقى له لمسات كده ولو أنتم ملاحظين على الطبلية بتاعتنا هتلاحظوا إيه هنا الشرقية اللي هو أنا وعبدالله بيقانديل برضو تقريبا شرقية وأسوان الأستاذ دكتور رجب والأستاذ دكتور طريق خضر القاهرة يعني من بحري لإبلي وطبع من بحري لإبلي ومرورا بالقلب يعني هي جات كده يعني مرورا بالقلب كذا فالتعبير اللي هيحصل عندنا هي ثقافة قبلية ثقافة بحرية ثقافة وسطية وثقافة علماء اللي شأن لهم في السياسة ونقصد العمل الفني البحث مقصد وجه الله سبحانه وتعالى سيدات والسيدة المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم والمرة اللي فاتت أنتوا نوعا ما كنتوا صحيين معانا المرة دي في حاجات برضو بعد ما قدمنا الضيوف يعني كالعادة بنسمعنا وانتوا حاجات وإحنا اللي يهمنا في الحاجات مش الحاجات التانية يعني لا الأمن ولا الكلام ده إحنا ملناش دخل بي إحنا في القوانين والدساتير والأمور اللي هي السياسية القانونية ذات الغطاء القانوني أما لو كانت سياسة من رجل السياسة دي ملناش دخل بيها في أسازة علوم السياسية والحاجات هما اللي يتكلموا فيها حصل في شوية حاجات وتساؤلات ومن حقكم علينا إن إحنا نقولها لكم لإن إحنا متخصصين في هذا المجال وهارجع تاني وبفاجأ إلى أستاذ دكتور طريق خضر إن الحلقة اللي فاتت إحنا كنا عملنا شوية حاجات وانتهينا إلى مع الأستاذ الدكتور أناس جعفر مساه الله بالخير عندنا شوية أسئلة على لجنة الخمسين اليومين دول في ناس بيتسحب من جلسة وفي ناس بيستقيلوا وفي ناس صوتها بيعلى وفي ناس بيعترضوا وفي مواد كانوا بيقولوا لنا عليها جابوا 18 مادة جديدة بدأنا نسمع إلغاء بعض هذه المواد الجديدة يعني كأن القطر بدل ما هو يطلع من أسوان يروح على القاهرة فالظاهر بيرجع بظهره وهيخش على أم درمة في السوداء يا رب إن إحنا نمشي على طول لقدام إحنا ما بنشمتش في حد بالعكس إحنا حزانة المفروض إن إحنا نشتغل بس في شوية تساؤلات وأنا مش عايزة يضيع الوقت وعايزة أستغل القدرات الخارقة على حق للزملاء اللي معايا في الإجابة على هذه التساؤلات وأنا هقفل بقى عشان ما يقولوش إنه متحامل أو إنه كذا لكن دي حاجات مشروعة وعلى فكرة القضاء ينظروا بعضها القضاء بينظروا بعضها نخش زملاءنا الأفاضل لجنة الخمسين لجنة الخمسين المادة 29 في العلاج الدستوري وأنا جايبه معايا بتقول تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة اللي هي لجنة الخبرى مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا أنا بأروا لك يا دكتور رجب بس أنا عايزك تركز بالورقة أو لا لا لجنة تضم خمسين عضوا يا معالباش يمثلون كل فئات المجتمع وطواقفه وتنوعاته والسكانية فئات المجتمع والطواقف والتنوعات السكانية ويمثلون تحتها خط أنا اللي جايبه وعلى الأخص يبدي بصفة عامة وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوية المسلحة والشرطة والشخصيات العامة وبيقول وعلى الأخص الأحزاب ومثقفين و و و و لحد ما وصلنا والشخصيات العامة إذن تكرار و برضو حقه هتفهموني يقصد بي إيه علي أن يكون من بينهم عشر من الشباب والنساء على الأقل وبعدين هنخش في نقطة تانية بعد كده بس خلينا في دي أسئلتي أنا بقى والسؤال الكبير اللي بيجمع دول هل تشكيل لجنة الخمسين والقرار صدر بتشكيل لجنة الخمسين وحدد الفئات القرار الجمهوري بس أنا نسيت أجيب القرار معي وهو عندي القرار حدد الفئات قال الأحزاب الليبرالية عليها مثلا أتنين أنا مش فاكر رقم الأحزاب الدينية أتنين الأزهر أربعة الكنائس أظن معرفش أربعة المهم أنه قال كذا النقابات قال عليها كذا وبعدين حدد في نفس الوقت مين اللي يختار من الفئات دي فالنقابات المعروف مين اللي يختار من النقابات مجالس إدارة النقابات مين اللي يختار من الجامعات مجلس الأعلى الجامعات دول اللي هيختاروا مين اللي هيختار من الأزهر اللي هو هيئة كبار العلماء أو مشيخة الأزهر دول اللي هيختاروا أنا ديت أمثلة بس مش هخش في الحاصر وبعدين رجع تاني قال في الآخر خالص والشخصيات العامة وقف أنا حاسس أن أنا مخنوق في حاجة معينة إيه هي لما يقولك وعلى الأخص الأحزاب يبقى فئات المجتمع وطوفوا تنوعات وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمل والشخصيات العامة السؤال الأولين البديهي هنا هو قبل ما نخش في السؤال الجوهري والشخصيات العامة هل من يمثل الشخصيات العامة لازم يكون من غير الفئات السابقة ولا من الفئات السابقة تمام سؤال جوهري لا لا ده أنا جاي أنا جاي مش جاي أنا من يوم ما تعملت وأنا طول عمري كده وعلى فكرة إحنا نقصد وجه الله وإيه كمان ونقصد قبل ما يجاوبوا على الأسئلة إن حد يلقط حاجة ويطلعوا يهدوا اللي بتبني فياللي في بيتنا احذروا الكلام هذا وخدوا أرى زي ما أنتوا عايزين آه لا ده فلان قال لنا وإحنا مطمئنين فلان يقول لك لك المحكمة مش هتقول لك والمحكمة مش من حقها هتقول لك رأي هي تصدر أحكاكي ووقتها نبقى في حيس بيس السؤال الأولاني لما بيقول وا 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 والشخصيات العامة فهل الشخصيات العامة غير ما سبق ولا ممكن الشخصيات العامة دي تكون واحد من اللي فاتوا تمام سؤال جوار جدا جدا اتفضل يمينا كده الدكتور رجب وحيكة لأنه فهمتم التساؤل احنا عندنا فيه التساؤلين التساؤل الأول هو هل الواو هنا للمغيرة ولا لتكراره فأنا شاف إنها والشخصيات العامة إن دي مختلفة عن كل ما أتى بعد الواو يبقى مختلف عن اللي قبلي كويس الحاجة التانية أنا مش إيه الحاجة الحاجة التانية من الذي سيقوم يعني الفئة دي كلها فيه عندما جهة إدارة فيها جهات هي اللي بتختار شخصيات العامة اللي يختارهم قالك مجلس الوزراء لا 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 مجلس الوزراء في قرار التشكيل أنا حافظ قرار التشكيل بس أنا سيتأجيبه قالك إيه وشخصيات عامة اللي هما بيتم اقترب معرفة مجلس الوزراء إذن اللي بيختارها مجلس الوزراء ده أنا بريحك على هذه النقطة لكن أنا بحدد من هي الشخصيات العامة وهل هي يشترط أن تكون من غير ما سبق من الفئات ولا لازم تكون ولا ممكن مش لازم ممكن تكون من نفس الشخصيات اللي فاتت من الأحزاب والأزهر وواواواواواواواواواوا السياق في تقديري أو رأي يعني إن دي تختلف عن ما سبقها يبقى لازم يكون اللي هيختار من شخصية عامة ما هوش منتني للفئات السابقة ده رأي الدكتور راجب عبد الكريم تمام سيد دكتور طريق خدر هل من الملائم أن يتم اختيار الشخصيات العامة حتى لو الواو جد ولازم هل من الملائم ان اختار شخصيات عامة من الفئات السابق ذكرها قبلها يعني هل من الملائم ان انا يحصل ازدواج عندي واختار شخصية عامة وهو عضو في احد الاحزاب هل من الملائم ان انا شخصية عامة اختاره وهو عضو في نقابة من النقابات وهي ممثلة اصلة هل من الملائم ان اختار شخصية عامة وهو من العمال والفلاحين الصابق ذكرهم فيه والممثلين بالنسب معينة أنا شايف أنه من غير الملائم تكرار الإزدواج وأن يتم اختيار شخصية عامة وهي في ذات الوقت تنتمي إلى حزب من الأحزاب أو نقابة من النقابات عمالية كانت أو مهنية أو تنتمي مثلا إلى جامعة من الجامعات أنا شايف أن الملائمة تقتضي أن أختار شخصية عامة من خارج هذه الطبقات الوارد ذكرها أنت قلت لي كلمة محيرانة وكررتها كتير إحنا في ملائمات ولا في شرعية إحنا في شرعية لكن طالما أن الشرعية بيقولوا واو ويمكن أنها شخصية العامة تكون من هنا ومن هنا هنا بنستنهد الملائمة وبنقول حتى لو المشروعية موجودة في الاختيار يا أصحاب الرأي الذي يقول أن الشرعية الوارد هنا تفيد هذا أو تفيد ذلك أنا بقول لهم لا الملائمة في بعض الأمور ومجلس الدولة حتى أنه يأخذ بالملائمة في أحكام عديدة وكثيرة أنا بقول رأيي في هذا الخصوص من غير الملائم أن يتم اختيار شخصيات عامة من ذات الفئات التي سبق ذكرها فيها وممثلة في لجنة الخمسين طب حلو شيخنا أنا طبعا أقر سيدنا الكريم الدكتور رجب فيما ذهب إليم أن الوأو تفيد المغيرة وهأتي إلى ذات الرأي الدكتور طارق بس من المقابل فأقوله إزاي بقى أقول أن اختيار الشخصيات العامة من بين ذات الفئات السابق تعدادها من قبل أعتقد أنه يبطل عمل الجمعية ويبطل تشكيله أنت جيت في النتائج وأننا عايزين نعرف الأول أنه الأول مختلف أو مش مختلف وبالتالي كان يجب أن تكون الشخصيات العامة غير الفئات السابقة إنما اختيار نفس الشخصيات العامة من ذات الفئات يبقى كأن ما اخترتش حد من شخصيات العامة أو أن هناك فيه ازدواج زي ما الدكتور قال واخترت من الجهات دي أعضاء يزيدون عن نسبة المقررة أو أهضرت بعض الفئات وبالتالي عمل كم عدد الشخصيات العامة أنا فاكر تقريبا عشر وحديت زي كده لا عكتر من عشرة كمان لهم عشرة عشرة العشرة دول حضرك لو جيت تفحصت فيهم هتلاقيهم ساعدتك ينتون إلى ذات الجهات الموصوصة أنا مش لو جيت تفحصت أنا أسئلتي وحاجتي جت لإني تفحصت وتمحصت وبعدين ضربت في دماغي وخايف على ثورة 30 يوني وخايف لو واحد يلقطها ويروح على مجلس الدولة ويجيب لي بطلان ونرجع تاني يحس في بيس قادي يخوفي قادي يخوفي أنا مش خايفي أنه يقولك آه أصله ما هو واحد ألهالي على فكرة أنتو تفاكرين اللي قال لي ألم تقرأ نظرية التعديل الشامل وهو عنده لصان صحوق وإيه قلت له له والله أنا ما قريتهاش لإني ما قريتهاش ويبدو أن علي أنه يعني إنسان يعني مش مهم مش مهم فأنا برضو أنا خايف من حاجة معينة أنا مش علشان أنا أكون أنا مش شخصية عامة ولا حاجة ولا أي حاجة خلص بالمرة أنا والستاذ بس في جامعة القاهرة ويكفيني هذا لكن اللي أنا عايزه إن محدش ياخد أخطاءنا وإحنا نفضح بعض بيها ونقول يا جماعة في أخطاء ويا جماعة عمله ويا جماعة عن هذا ويروح يجيب لك حكم ويقول لك ألا أصله فو ده كان بيقول ده طب وهو ما إحنا قلنا قبل كده كتير ومرسي ما سمعش كلامي وعلى قناة ميسات وجيت وقلت أنا بنصح ابن بلدي وبقول له نصيح لوجه الله أنا اللي عايز منك أسعده لا بيض ولا كذا اللي إنت عامله غلط وكان ممكن توصل لنتجة كذا والطريقة كذا كنت بقول له ليه كنا عشان نستمره وتمشي ويخلص لأربع سنين بتوقع لكن ربنا أراد بحاجة تانية إنه يعمي بصره علشان خطر الشعب والحمد لله مشي الشخصيات العامة غير الفئات غير الفئات وبالتالي طيب في نقطة الشخصيات ومش بس الشخصيات العامة ده أنا بدأت بيها ده أنا بدأت بيها سؤال تاني القرار التشكيل لما صدر وموجود عندي وممكن الزملاء هنا في الفريق يطلعوا لنا قرار تشكيل من عنات قرار تشكيل لجنة الخمسين موجود بقرار من الرئيس الجمهورية بيقول إيه الشخصيات العامة بتقوله عشرة من الخمسين كويس أوي هو حدد هو حدد الفئات قبل ما يتم ترشحات والأسماء ونعرف الأسماء ما هو تم بناء على هزا الترشحات انتو عايزين ايه عامل أحزاب الإسلامية قالوا اتنين مين اللي قال القرار بتاع التشكيل تشكل من الفئات الآتية ونسب تمثيل كل واحد منهم الأحزاب الإسلامية اتنين وانتو عارفين الهاية العلقة لحزب هي اللي بتختار طيب كلام جميل جدا وبعدين المجلس الأعلى للجامعات عايزين واحد هو اللي يختار واحد يمثله الجامعات إذن القرار كان بقول تمثيل جامعات تمثيل كذا الشخصيات العامة مجلس الوزراء يختار العشرة دول أو الخمسة أنا أشيكك في الرقم لكن مش مشكلة لما يجي لنا من الفريق حلوة أو مجلس الوزراء اللي بيختار لما اختار واحد من الجامعات خليكوا معي اختار واحد من الجامعات واختار واحد بغد النظر عن النزمي الفاضل وكذا وكذا اللي أنا بغد النظر على الأشخاص والأسماء خلص بالمرة ده هو إيه لقينا في الشخصيات العامة عشرة عشرة طيب انت لقيته كنت نزيله عن نت طيب إيه وبعدين عشرة عشرة أسماء الشخصيات العامة أنا مش هول أسماء يبقى أختار على فكرة واحد أستاذ جامعي أهوت اتنين أستاذ جامعي ايه اتنين أنا بأقول لكم اتنين جامعيين وأنا معرفش البقيين هودا صد منين وسعد الدين وعبدالجليل مصطفى ومحمد هنم ومجب يعقوب أستاذ جامعي أستاذ جامعي في الجامعة خلونا بغض النظر على الأسماء حلو يبقى لما اختار مجلس الوزراء في الشخصيات العامة لقينا ناس أساذة موظفة بتقبض مرتبات في الجامعة مثال خلاص طب هو قال في قرار التشكيل إن الجامعة بيمثالها واحد واحد فلو ضمينا أساذة الجامعة والشخصيات العامة المفروض تكون مغيرة للي قابليها بقت الجامعة مخلفة لقرار التشكيل نفسه اللي قال واحد فبقوا تلاتة ولا اربعة يبقى إذن خلطة بين بند الشخصيات العامة وبين بند تمثيل الجامعات اللي هو واحد وبالتالي أصبح هناك وجه عدم مشروعية في القرار الإداري الصادر من الرئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة ده بالنسبة للتشكيل ده غير الإعلان الدستوري ده غير الإعلان الدستوري قدي نقطة الكلام ده صحة ولا غلطة نظبوط يبقى ده واجه عوار ولا مش واجه عوار عدم مشروعية لقرار إداري هو ممكن يا دكتور رأفت ياريت واحد يقولي ممكن تمشي إزاي علشان إيه؟ علشان نفيد ده أنا بقفل لك كل الصقوبة التي ممكن أن يقوم البعض بمحاولات سديها إزاي؟ ياريت حد يسديها لي وإحنا عادين دلوقتي وأنا وإنت يعني يقول إيه؟ الشخصية العامة اللي أنا اخترتها دي حيقول كده ممكن آه المجلس الأعلى للجامعات أنا آي الواحد لكن الشخصية العامة ده أنا اخترته لأنه اعتبره شخصية عامة لكن إحنا ممكن نرد أن نقوله عليه ما هو تعريف الشخصية العامة إيه هو معايير إن أنا أقول الدكتور فتفوده شخصية عامة أو طريق شخصية عامة لن نتفق على تعريف يا عبدالله بيخلص معايير لا تستطيع لن نتفق على تعريف المعايير مش مشكلة عنده ولا أنا عايز أن نعرفها لكن اخترته شخصية عامة هو في الجامعة بس أنا اخترته شخصية عامة على رأسي من فوق خلاص هو شخصية عامة واعتبروا أنه هو شخصية عامة لكن إحنا السؤال الأولاني أيوة ينفي ذلك إنه يشترط من تختاره من الشخصية العامة أن يتنافق ما ورده في الفئات السابقة صح على الأقل من غير معرفها أنا بعرفها إحنا في القانون بنسمعها بنعرفها بإيه بالاستبعد بنستبعد الفئات السابقة ومن بعدها عشان فكرة إيه ما ليه أنا قلتلكم خلوا بالكم من نقطة الأولانية على الكربول إيه يمثلونه قلتلك حط تأخذ يمثلونه إيه عامة قال لكل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص فرح جايب الأخص وجايب منهم الشخصيات العامة يبقى لازم أنا لو جبت الشخصيات العامة من نفس الفئات دي يبقى إذن الجزء الأولاني من المادة فئات المجتمع وتنوعاته السكانية نقص منها حاجة نقص منها حاجة أنا بقول لحضرتك الرد إزاي ممكن يقال إنه قال مجلس الأعلى الجامعات جاب لنا اختر لنا واحد لكن اللي اختروه من الشخصيات العامة وهو من الجامعات ممكن التاني أو التالت أو الرابع أو الخامس ممكن شخصية عامة ويحطوا مدلول للشخصية العامة إنه هو ليه تواجد فيه كذا وكذا وكذا حتى باستبعاد كونه أستاذا بالجامعة حياة امرض هنروح ساعاتها إحنا مستدعين إيه الملأمة هنقوله بقى طيب حتى لو كلامك صح تنوع فئات المجتمع وتواقف وتنوع وتسجيلات هنقول حتى لو كلامك صح هل يا سيد الفاضل الملأمة تستوجب أنك تحصر الشخصية العامة أربع منهم والبلد متاز شخصيات عامة لا لا لو فيهم على فكرة مكلمش على أستاذ الجامعة بس ده مساء ده وعندك أحزاب أنا عارف وأحزاب ممثلة سلفا ممثلة في الليبرالية أنا عارف وفيه أدى أشخاصها هيك مش عارفة ولا أشخاص يبقى بلاش أستاذ الجامعة عشان ما يزعلوش مننا أستاذ الجامعة تعالى جاب لنا رئيس حزب وحطوا خدوا من الشخصيات العامة أيو وهو حزب الليبرالي والأحزاب الليبرالية ممثلة مش عارف بكام بتلاتة بأربعة باتنين أنا ما يهمنيش طب ما هو ده والحزب ممثل وهو رئيس حزب وكذا جاي تاخده من الشخصية العامة يبقى الحزب ده خلي بالك الليبرالي لا 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 ده أنا عايز أوصل لأ بعد من ذلك يا شيخنا يا شيخنا إن أغلبهم لبرالي وإنه قوى شوكة الأحزاب الليبرالية بخالف نص التشكيل وما جابش من الإسلاميين إيه زيهم وبالتالي حصل الخلل في الجماعية عدم التوازن في تشكيل قد النتائج القانونية المترتبة على مخلطة التشكيل إنه خلي بالمعايير وبالتالي النسب ديت معديدش صورة تبكى الأصل من الواقع دكتور راجب عايز تقول حاجة عايز أضيف بس نقطة أولاً بنسبة للنص مع صراحة الألفاظ والنصوص أيوة لا مجال للتأويل والتفسير إلا لأخذ الألفاظ بمعانية آآ مباشر نص صريح أيو والله شخصات العامة بالضبط كده طيب النص صريح نمرأتنين أيوة برضو يعني يعني استكمال الكلام أستاذنا الدكتور طاربي يعني أيوة يعني الحقيقة هي الملأمة دي عنصر في الشرعية يعني الملأمة نفسها دي عنصر في الشرعية وبالتالي يعني هو عندما نص على هذه الفئات هو يعني يعني حط في اعتباراته الملأمة لأن قال أحزاب كذا وكذا 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 براف عليك والجملة اللي أمليهم اللي هي فئات المجتمع وطواقف وتنوعات كان الهدف إنه والله الأخص ده والشخصيات العامة تيجي عشان تغطي الباقي عشان تغطي الباقي ما أنا قلتلكوا الأحزاب أنتو جايبين الملأمة ده عنصر من عناصر عناصر من فبالتالي هو لم يرعيه عشان أحسن أحسن بزبط بزبط بلنا تغطينا من سعاد الله يخلي فالعايز أقول لحضرتك إن النصوص صريحة ولا تحتاج تأويل خلاص والحقيقة في النقطة دي النصوص إذن إحنا متفقون أن هناك وجه عوار قد 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 وحطه تحتاج ثلاث خطوط لأن إحنا بنقول أراء هنا هوت أهوت وإحنا فقهاء إحنا مش قضاء لما تروح للقضي يبقى القضي يقول اللي هو عايزه يقول لك الناس دول لا ده هم محبكين شوية مزودين هتمشي خلاص يا عم متشكرين بس أنا بقول خلي بالكم من الأعداء خلي بالكم من الأعداء لا يلوطوها واحد يقول لك طب ما تفل بوعك وتسكت ما أنت اللي بتعرف في الأعداء لا ما هو بقولك إيه حصنوا أنفسكم الوقاية خيرهم من إيه يا سادة قدام ما تروح قدام مجلس الدولة وتقعد تترافع ورئة كين شاف يا عم ما من دلوقتي هادي راي دي أول نقطة أول وجه من وجه عوار اتفقت عليه الأربعة وبالذات وبالذات أنا مش بخص بالذات يعني ميزة لشيخنا لأن احنا بناخده بركة يعني معين وأسازتنا حبايبنا طيب هادي أول وجه خشوا بقى في التاني السؤال هايف جدا والسادة المشاهدين ايه يعرفوه تعرف تقول لي يا دكتور طارق طب مجلس الدولة لما حكم ببطلان تشكيل جامعية مرسي كان السبب الرئيسي ايه فكروا ولا لو مش فكروا اه طبعا لا لا فكروا الدكتور راجب يفكروا كان الإعلان الدستوري الصدر في تلاتين دلاتة الفين وحداشر في المادة رقم ستين ايه بيقول لأعضاء المنتخبين الشعب والشورى غير المعينين ايه يعني المنتخبين هم اللي يختاروا طيب نايا فهم يختاروا يعني يختاروا من غيرهم ولكن للأسف في السرط انه بيختاروا من الداخل مجلس الشعب فهو اختاروا الجامعية التأسيسية ماشا ومجلس الدولة اعتبر ده ايه واعتبر ان ده بطلان طبعا اعتبر ان ده وخرون بالنص في غير المقتضى تمام اعتبر ان ده في الجامعية التأسيسية الاولى اعتبر ان ده مخالف لنص المادة ستين لانهما من غير المعينين يعني المنتخبين بيختاروا من غيرهم يعني هما كهيئة ناخبين يختاروا غيرهم من خارج مجلسي الشعب والشور الا ان للأسف يعني انا لما اقول لك شوف لعروسة ما تروحش تجيبها وتتجوزها استحالة صح ولا لا صح يبتجيبها لان صح فهم قيلهم انتو اختاروا من غيركم اختاروا من غيركم بالبلد كده هما خدوها وتجوزوها اختاروا من براكم احنا بنبتدحك ليه شيء مش هكوة الصح ما هو باقي با شاطر مش هكوة ده الصح موجودة في الفقه الشارع موجودة في الفقه الشارع الله فهو اختاروا من غيركم باللغة العامية لكن هم اختاروا منهم تحيل متفق وده كان السبب الوحيد اللي ابطل الجمعية اللي ابطل الجمعية مرسي واللي ابطل التانية واعتبر قرار غير مشروع الجمعية التاسسية التانية كملت ما هي كملت ووضعت مشروع الدستور والشعب وافق احليف استفتاء ايو بس التاني كان سبب اللي بيختلف طبعا نقطعنا على قانون المعيير كان نقطعنا على قانون المعيير فأحيل محكمة القضاء الإداري اوقفت الفصل واحلت للدستوري معايير ايه معايير انتخاب الجمعية التاسية معايير الجمعية التاسية اي لما جاهنا استعرضت المحكمة القضاء الإداري هذا الأمر قالت لا دا احنا يجب عشان نبت في المسألة نحيل الأمر للدستورية عشان تقضي تشوف القانون للدستوري فأوقفت واحلت للدستوري القانون 79 لغة تقريبا معايير كانت ايه بالضبط اللي هما كانوا بيقولوا عليه مجمورسي أصدر قانون بتحديد المعايير بعدما اللجنة بتدقى تشغل بجي شهر ونوص كلام جميل فده اللي كان مصير الطعام لا وكان برضو فيهم العوار نفسه لأنه كانوا مختارين عنفز نفس العوار كانوا مختارين عنفز بالزغط هجبنا حاجة من عندنا بس عارفة دكتور رقفت بعد رأحتي كلام سيادتك هو يمكن الجمعية التاساسية الأولى وقعوا في العوار بطريقة انفجة جموا في الجمعية التاساسية تانية ما سمعوش ورحوا عملوا التفاف ايه قوة ايه قالك لا أنا بختارهم مش بصفاتهم أعضاء في مجل الشعب وشو ده أنا بختارك بصفاتهم الحزبي الحزبي ده أنت في حزب الحرية والعدالة أنت عندي بس أنا يا حبيبي مش بختارك بإنك في مجل الشعب ده أنا بختارك بإنك عضو في حزب الحرية يعني أنت عايز تقول فعملوا التفاف يعني أنت عايز تقول قبل كده قبل ما قلت الجملة دي وكلمة واللي هيقول لنا الشخصيات العامة ما تكونش من نفس كذا احنا هنلتف عليها ونقول له لا ما هو قد يكون تمام اذا الالتفاف سبقهم مرسي بي تمام وما نفعش تمام واتحكم وما نفعش تمام اذا اللي انت قلته حلوة ونقف هنا بقى وياريت تجهزوا حاجة كده وتخلوا بالكم معانا لان المسائل جاي سؤالي بقى في الايات قرر رئيس الجمهورية عدل بي منصور قال تمثل من كذا 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 وتختارها النقابات وتختار المجلس الاعلى للجامعات هو اللي يختار الممثل عن الجامعات النقابات تختار المجالس النقابات والبتاعتها هي اللي تختار لما جيت عرى لجنة الخمسين لقيت المجلس الاعلى للجامعات اختاروا واحد من المجلس الاعلى للجامعات احد الرؤسية الجامعات اختار منه من بره منه من نفس عضو رئيس جامعة ما هو بقوة الدستور وبقوة القانون عضو مجلس ساعر الجماعات اللي بيختار بيختار منه ما روحنا النقابات لقينا مجلس الإدارة اللي اختار والجماعية العملي اللي اختارت اخترت النقيم اخترت منه خسل ما اخترتش من خارج الجهة اللي بتختار جهة اللي بتختار صح مجلس الوزراء لما اختار ما جابش حد من مجلس الوزراء يعني الوحيد اللي طبق المعمر صح مجلس الوزراء لانه اخدش اي نعم اختار شخصيات عامة ما هي الشخصيات عامة تحتبندل شخصيات عامة لكن الوحيد اللي ما اخدش من مجلس الوزراء صح لما جوم الأحزاب اختاروا من الهيئة العليا للحزب والهيئة العليا للحزب هي اللي بتختارها يبقى انا عن دلوقتي فيه اكتر من سبب اللي بطلان انت بتصادر ليه على المطلوب مش بصادر ما احنا جينا كده عايزك تعلق الاول ماهو خطأ هو انا حاول ايه ما قداش اقول فيه حاجة انه خطأ هو مخلفة المعايير في حد ذاته بدءا من تجاوز الفئات الى اختيار الشخصيات الكلام ده كله الى ذات الجهة نفسها بتختار من نفسها وليس من الجهة التابعة لها يبدأ كله بيندرج تحت فكرة مخلفة المعايير الوارج الواجب مراعطها عندها بتشكيل اللجنة المفروض بالمجلس العالي للجامعات لما كان يختار اختار من الجامعة اختار من الجامعة من برد من برد من المسل الجامعة ما يشترطش يكون قانوني لكن المهم انه يكون من الجامعة مش من المؤمنة مش انت كنت بتدحك لما بقولك اخطب لو رخدها طب ماهو ووزعوها على بعض انتوا نسيتوا حكم مرسي نسيتوا مجلس الدولة اللي عاز اقوله كمان ده قول والنبي ما اطلع اللي عندك كله فهو مخالف اصلا للحكم بتاع محكمة القضاء الايداتي يعني الحكم نفسه الحجية يعني حطلنا ارسل مبدأ اطبق عاستقول كده ارسل مبدأ اختيار ما ده هو الاختيار طالما كانت جهة بالاخيار يبقى تختار من خارج الجهة وليست من الجهة اعتقد ان المجلس حتى لو عرض عليه الموضوع ده سبق الفصل فيه يعني هيطبقه كم مبدأ قانوني هيطبق المبدأ القانوني هيطبق المبدأ القانوني مخالفة المعايير كلنا النقطة ده الوحيد ابطل بتاع مرسي الاولاني الجمعية الاولانية الوحيد احنا دلوقتي لقينا اتنين لقينا اتنين لحد دلوقتي متفقين على وجه العوار سببين سببين اهو كمان وفيه مبدأ للإدارية العليا ومحكمة النقل والمحكمة الدستورية العليا مجمعين على مبدأ ودير التوحيد المبادئ بتقولك ايه اذا تبين في القرار وجه من اوجه عدم الطعن فيكتفى بهذا الوجه لإلغائه ولا داعي للتعرض لصور الطعن الاخرى ولا تعتبر مخالفة لدفوع الطعن او لدفوع المدعا طالما انا لقيت حاجة هتموت القرار انا مليش دعو بالتاني اللي انت تقوله ما هو القرار مات يا سيدي انت هتجيب ايه تاني يعني فهنا هو احنا لقينا اتنين واحنا اربعة بتوع قانون عام دلوقتي اول مرة انا اجتمع بتوع قانون عام ما فيناش حد غريب اهو لقينا اتنين اتنين بس دلوقتي انت كنت عايز تضيف حاجة اه لا انا عايز اقول لحسناني يعني اي سبب من حاجة اضافت كده او يعني تفضلت ان اي سبب من السببين كفيل بان هو يعني يؤدي الى عدم مشروع القرار خلينا لو تلفوا على رأي الاسلوب الجميل بتاع دكتور طارق لو تلفوا على فكرة شخصية عامة وعنديني الشخصية العامة كانت على سبيل المساة لو تلفوا على الشخصية العامة هيلاقوا السبب التاني هايلاقين جانب التاني الانتفاة في المرة اللي فاتت حاصل ان هو صدر بقانون ومع ذلك المحكمة الدستورية العليا حكم بعدم دستورية فانعايز اقول ايه يعني عندنا دستورية وحكم مجلس دول يعني في النهاية دي كل الاعمال دي بتاعتهم يحتبق قرارات هذه القرارات دي قرارات ادارية حتى لو سقدر بها قانون لان حكم اثاره يعني كان اهلوا عايزين نعمل قانون نحصم بيه نحصم بيه الاعمال تمعية واعمالها اي اللي هي بالنسبة لخمسين اي طبعا لما لو لوهو فيه اعتراضات كثيرة راحوا عاملين اعلان يحصن ومجلس الدولة ابطل وقال لك انا ينبغي الاستفتاء عليه وبالتالي هو قرار اداري وليس اعلان دي يعني كانوا عمالين يلتفوا 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 ايه يلتفوا ايه زي اللي بيسموها ايه القلاش بالظبط كده ولا زي محش الكرمب عمالين يلفوا يلفوا معلش ما انا فلاح بتبحكوا ليه يعني انت بتشتاكلوا محش الكرمب ولا ايه احنا باللف اهو القضاء السامية وحافظناها ودرسناها وقلنا يا جماعة ابعدوا عن مبادئ القضاء واحترام السلطة القضائية واحكام القضاء ده رقم اتنين ده رقم اتنين رقم تلاتة فقرة التانية من المادة 29 ويتعين ان تنتهي اللجنة من اعداد المشروع النهائي وحط خط تحت كلمة النهائي للتعديلات الدستورية خلال 60 يوم على الاكثر يبقى لحد الاكثر اكثر يبقى الماكسيمام 60 يوم وخلي بالك من اول كلمة بدأت بها الفقرة ويتعين يجب يبقى عندنا وجوبي بنص دستوري وليس حتى بمجرد قرار الاداري يتعين وجوبي ان اللجنة تخلص المشروع النهائي يعني ينقش اول مرة تاني مرك لكت اول مرك لكت تاني مرة معرفش ايه اعمل ما بدالك بس المهم النهائي خلال 60 يوم على الاكثر قدامك لحد 60 يوم من ورود الاقتراح اليها تلتزم خلالها انا عندي كلمة خلال مكررة مرتين ان هي تنتهي من المشروع النهائي خلال 60 يوم على الاكثر من ورود الاقتراح وتلتزم خلالها الها عيدة على 60 يوم برضو يبقى اذا فيهم صبتين او حدثين او وقعتين هيكونوا خلال نفس المدة اللي هم 60 يوم ان اللجنة تنتهي نهائيا من المشروع النهائي خلالها وان تلتزم خلالها بطرحة على الحوار المجتمعي ويصدر رئيس الجمهورية كارتل لازمة لتشكيل لجنة خلاص انتهى الموضوع خلالها 60 يوم اللي حاصل يا سادة دلوقتي ان احنا معرفش بدأت امتى يمكن انتوا فاكرين التواريخ 3 سبتمبر 3 9 اللجنة اللجنة الخمسين لا استلمت المشروع هو ما 60 يوم من ورود المقترح اليها وكان عند رئيس الجمهورية فبيسلمه لان لجنة العشر سلمت لرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية هيسلمه معرفش ورد لها المقترح اليها هو المفروض 6 يوم هينتهى 13 13 13 13 13 اخر معدي اخر معدي 60 يوم 13 فسروها تفسير تاني هم فسروها تفسير تاني انهم عديدين 60 يوم عمل ستين يوم عمل ايان كان الامر هو بقى 3 12 ديزمبر اه 60 يوم عمل هو المفروض اليوم العمل هو احنا بنعد الايام بنحب العمل وان كانت في المدد الجمع والحاجات دي في مدد دعوة للغاية بتخش والكلام ده كله مش زي الديليف خان في فرنسا فيها حاجة اسمها الديليف خان يعني اللي هي ايام عمل فعلا لا اكثر ولا اقل طيب ده ما يهمنيش عمل ولا المهم ان فيه ستين يوم بيقوله 3 ديسمبر يبقى المشروع النهائي يخلص وان يعرض على الشعم يعني هي لو خلصت 3 ديسمبر المشروع النهائي يبقى كلت الحوار المجتمع لا طغط على شرط المدة المخصص منها الحوار المجتمعي ويتعين وبالتالي خالفت التنزام دستوري ويعتبر عملها باطل اكيد ما انا قلت كلام ده ومصر عليه طبعا هذا كلام سليم لان خلالها اثنين مرتين امرين امرين النهائي يخلص خلال ستين يوم وبرضه في خلال ستين يوم الحوار المجتمعي يكون خلص هم قالوا احنا قدامنا لحد ستين يوم وروحوا اخديني ستين يوم كلهم طب والحوار المجتمعي ايه ده ايه لا بواحد يقولك ما احنا بنعمله في نفس الوقت ايوة ما هو دلنا كنت لا استناني في لجنة اسمها لجنة حوار المجتمع ايوة لا بيقولك احنا بنعمللنا بتتلقى المقترحات لا ده المقصود الحوار المجتمعي مش اللجنة باش أنا ما أنا أسا جاي لا على فكرة انا مش عايز المقصود بتاعك ولا عايز المقصود بتاعك ولا بتاعي ولا بتاعي لا انا هاخد النص هاخد النص ويتعانى تتاهل لجنة من اعداد المشروع النهائي خلال ستين يوم على الأكثر من ورود المقترحة تلتزم خلالها بطرح هي اللي ها عايدة على مين يا شيخنا نفس المشروع المعدد المشروع الهون يا بي النهائي ايوة نعايز الكلمة دي يوبا لازم النهائي يوبا كون ان هي بتعمل لجنة حوار لا ده دي هي لسه بتحضر المشروع النهائي ما لنشدعه مش هو ده اللي يكصده النص اللي هو الحوار المجتمعي لجنة الحوار دي انتو بتعملوا لنفسيكو عشان هتعملوا ايه في النهائي لكن هي خلال ايه بطرح هي يعني بعد ما تخلص النهائي ويتحط في مسودة تروح عملوا للحوار المجتمعي نهائي يوبا ييجي يقول لك اذا لا يجوزوا دستوريا مفقا لهذا النص الجمعوا والدمجوا بين الحوار المجتمعي وعمل النصوص وهي في مرحلتها الاولى لكي يصبح بعد عمل اتنين الحوار المجتمعي وكذا نهائي اقول له ااسف الحوار المجتمعي يجب ان يأتي لاحقا بعد المقترح النهائي بعد الانتهاء من اعداد المشروع النهائي يبدأ الحوار المجتمعي المفترض العوار هنا شكلي ولا موضوعي هو الحقيقة يعني هو فيه معلش ريستادة المشاهدين الاسئلة شوية فنية لكنه هنوصل اليها وهنعرفها العوار هنا هيبقى ايه لو ما حصلش الحوار المجتمعي بعد ما يخلص النهائي ويطلع بمسودة ويسلم للمجتمع وكافة الميديا ووسائل الاعلام اتفضلوا وقت الخمسين وقدامكم لحد نهاية الستين يوم وطبعا الحوار المجتمعي نقلنا ما يجوش مثلا على التسعة وخمسين وينسيبوا يوم الستين للحوار المجتمعي ايه رأيك بقى احنا عندنا شقين فيه ده متكلف موعيد فضل تمام او نتكلم هنا في موعيد كويس فدي اجراء شكلي ولكن الطرح نفسه والمنقشة للحوار المجتمعي دي دي مسألة موضوعية بالنسبة المواد احنا عندنا الاتنين ماللي انا سألتك ليه اه ما انا عايزك تقول لي ده احنا عندنا مصدتين اه طبعا عندنا شكليا وهي المواعيد شكليا جوهرية وعندنا اذا لم يطرح يبقى طلع ناقص رجل الولد طلع ناقص رجل وبالتالي ما ينفعش في نقطة تانية بقى سعادتك الحقيقة لما نيجي نقول ستين يوم نوعا هو الحقيقة لو كان يقصد ستين يوم عمل ما كان نص عليه صراحة اي وخصوصا كمان حيك لو راجعنا يعني نفس الفضل العلانة الدستورية هللاقي انه حدد موعيد اخرى لللجنة مثلا موعيد اخرى لرئيس الجمهورية يعني حد يعني شاك اللجنة لكل الموعيد كانت باليوم انا عارف والله وبالتالي بس خدهم على قد بس انا عايز اقول ايه يعني احنا هو انا ما كانش فيه حتى لا اللجنة غيرت فيه يعني معد دعوة للغة احنا ما بنعدش فيه يوم عمل ولا مش يوم عمل احنا منقولك من تاريخ كذا الى كذا العدد محدد يوم اه مانا شهور يعني مانا شهرين يا سيدي ماشي هنده لهم كرما من عندنا وربما القاضي يستوقفهم يقول لهم أسفين النص لم يحدد يوم عمل فكيف تأتوا بيوم عمل اه هو سؤال هو هل هو ده معاد تنظيمي والمعاد ملزم انا في رأيي ده ملزم بقولنا فيه يتعين ولكن غيري بفصرونه تنظيمي يعني فعشان كذا بعض فعلا فصروا للأسف كذا لكن ده معاد متعلق بالنظام العالم لا استنى ده يتعين ده جاي الله يكرمك انا دلوقتي احنا ما بنهزرش احنا قدام مننا اعلام دستوري يعني قاعدة دستورية تحكم البلد لحد الورد منصر يقول لك ده يتعين لما يجي يقول لهم دستورية وتعين قلت زي ممال امتى هيبه وقوبي ده وقوبي لا استناني ما هوش وقوبي وهو تنظيمي واتخلفه زي ما انت عايز ده ما ينفعش خلف يا سيده اصبر علي اصبر علي ما تحرقشي انا يعني انا حبيبة خل الحرق ليه يا لك قول لي بقى قول لي بقى هاتلي نصف كلمة في اللغة العربية تعني كلمة الوجوب غيرها يتعين مش ممكن ممتنش طبعا اموالجابه النظام مني بنتمحك باشي تمحك لكن لو جالك كقاضي وانت قاعد هتقوله يتعين المشرع في بطنه وكذا وكذا وإرادته كان يقصد الحث على عمل اللجنة وسرعة العمل ولا كان بيقول لها يتعين خلاصي خلاصي يتعين يعني لازم يتم فيها وجوب امواللي بتوقع على الموظف وبعدين هو معكسف ليه بتوقع على الموظف عقوبة لمجرد أنه يهمل في عداء العمل والنص بيقول واجب على الموظف أن يقوم بعملها على الوجه اللازم واجب ده ده بقوله يتعين ودقها قانون وده نص دستور لا لا هو معاد سقوط أكيد وبعدين ما نقدرش نقول معاد تنظيمي في خلال في في إعداد دستور بلادي بنتظهر بالساعة وديه أو سنة السؤال العيزة أقوله لسادة المشاهدين لو انتهت اللجنة في ستين يوم على الأكثر 3 ديسمبر ولم يتم عرض الجزء الآخر منه وهو الوقت الكاتب وليكن 15 يوم على الحوار المجتمعي يبقى اللجنة استغرقت مدة الحوار المجتمعي وبالتالي تجاوزت شرط جوهري موضوعي لأن الحوار المجتمعي كان من ضمن توليفة اللي هو المشروع النهائي للتعديلات فكرة تانية من البدس عشر وحرمت المواطنين من يا سيدي مش حرمت ما تحرمهم ما هم محرومين دا هو تخلى في شرط زي ما حضرك قلت جوهري لأ دا تب اهرأيكم بقى في سؤال ظريف قوي في الحتة دي هنقوله بشكل تاني علشان نبسط لإن إحنا فنيين وإحنا بنعتذر للسادة المشاهدين يا شيخ السؤال لي كنت اما يقول المشروع النهائي ويقرن ذلك بإن لجنة الخمسين اتخلص في خلال الستين يوم والحوار الوطني يخلص في خلال نفس الستين يوم يبقى النهائية ما هي عناصرها هنا عناصر إمتى يكون المشروع نهائي المشروع نهائي وإيه والمطلوب من اللجنة هتعمل واحد نهائي يبقى لو ما طلعش نهائي يبقى لا يعتدوا بهذا العمل ما هي عناصر النهائية في هذا النص اللي أنا قاريته عليه نمرة واحد الأول حاجة إنه يتم من لجنة الخمسين أكيد بكامل بالتصويت بتاعها بالطريق بتاعها ماليش دعو اتنين الحوار وأن يتم وفكة النهائية إلا ما كانش يبقى نهائي لإن مشروع النهائي المشروع لو خد لجنة الخمسين بس ما يبقاش وصفه نهائي صح لأن كلمة نهائية مبنية على عنصرهم في النص اللي قدام ربنا اللي جابها كده وفتحها علينا وخلا أنا كنت جاي علشان بس أقول كنتين ونخش في المواد بتاعتنا لكن أنا كل يوم بلاقي نفس البلاع عملة تشفط 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 وحلاقينا نفسنا كلنا طلعك فكلمة النهائي إيه لا تتحقق مش خارطين إيه النهائية النهائية لن تتحقق إلا بعنصرين أن تنتهي لجنة الخمسين من عملها وأن ينتهي الحوار الوطني من عمله ويكون نتاج الحوار مع لجنة الخمسين محطوط في مسودة ويروح يسلم لرئيس الجمهورية هو دي النهائية غير ذلك لا يعتدي به ويسقط ما تم لو تجوزت المد إيه رأيك يا دكتور طبعا هو النهائية هنا لها مدلول بنص الفقرة السنائية من المدلس عشر النهائية النهائية إنك يا لجنة خمسين تخلصي باللغة البسيطة تعبوا لكلمته والحوار المجتمعي تخلصي بعد ما تتخلصي مشروعك تعرضي على الحوار المجتمعي بعد ما يخلص الحوار المجتمعي هذا وذاك يكون لك نهائية المشروع غير كده يبقى العمل إيه مبتصر ناقص غير كامل غير مشروع يبقى لا يعتدي به طبعا طبعا نجيبوا لجنة يا جماعة الله يخليكم لو عندكم حاجة ساعدونا لإنكنا بدأنا نخرف قلولنا مانعقادهاش قوي قلولنا مانعملهاش قوي عمل اللجنة والحوار وإن كنتم مجتمعين بالكلام اللي بنقوله روحوا قلوله مش عارف مين اللي بيغني اللي هو نهيا روحوا قلوله قلوا اللجنة الخمسين إن احنا بنحبوها قلوا العدل بيه منصور إن احنا بنحبوها قلوا لمصر إن احنا بنحبها ومش عايزين حد يلقط اللي حصل وعلى فكرة مش إحنا بس اللي عارفيه ما الناس كتير عارفة وتكون مدكينة وتكون واخد الكلام ده وطلع بيه على القضاء وخلوا بالكم ساعتها أنا عندي حاجة هقولها يأذن لي بيها المستشار عبدالله لو حصلت أحكام على غير اللي بنقوله يبقى أقول على الله العوض أتمنى بس أنا بحذر منه يبقى إحنا هنخرج على المستقر من القضاء وهنخرج على الأحكام اللي لسه صدرة في عهد مرسي وهنخرج على كذا يبقى إحنا الناس ما عندناش كلمة وما عندناش كلمة وأنا أربق بنفسي وبقضاء مصر إنه يعمل كده روحوا قلودوا دي نقطة كفاية لحد كده كفاية النهاردة على اللجنة الرجب أنا عندي حاجات تانية ونبدأ بقى في نصوص بس هو الدكتور طريق يعني هو قال يعني نفس أنا كنت مجهز هنا عشان أسمع صوته هو الدكتور رجب في تعليقاته وفي حاجاته إحنا وصلنا لتلات أسباب مبطلة لعمل لجنة الخمسين والله لو كان فيها لو طلعوا الأنبياء كلهم مش هقول سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى ولا سيدنا محمد عليهم السلام أجمعين مفيش غير كده وإن مليحوش نفسيهم مفيش غير كده أيوه بس السؤال بقى قبل أن نطلع فاصل إذا ما ساعدتك أنت قلت بتشور لهم فاصل كيفية معالجة هذا العوار هيعالج إزاي يا دكتور رأفض فيه وحدة ممكن منهم تتعالج فيه وحدة منهم تتعالج هيعالج إزاي الحوار المكتب يعني ميت ميت يا ماشي ما تجدنا حضرها لدكتور رأفض يعني ميت ميت إذا في الواقع يا فن ما يعالج إزاي يعني ميت ميت أنت بتهزر يا معالجة الشرح عبد الله أنا بتكلم جد أنا معرفش دايما أنك عمري ما شبتك بتهزر عمري آه بالزبط كده أنتو شكلكو يا بتوع القبى بايما كده مع قدين كده عمرك ما بتهزر يعني ما تفكها شوي أفكها بله يا أخي العشن في وجه الله هقولي لحضرتك هو أنت ما تبقى مش فيه طاق يتقادره وفيه حاجات آه رو كده فيه ملايكة يبقى عادي يتقادره يبقى أنه نروح نتوضى ونصدل فيه نصيبة تانية أنا يعني سمعتها معرفش بقى صح ولا غلط أن لجنة الخمسين بعد ما تخلص هتعيد تاني المشروع أيوا يا سيدي لا دا لسه أنا كنت هي دي النقطة اللي عندها هتعيد لجنة الخبرة أيوا يا سيدي ما بدأت ودت مواد ودت تمانية وبقوا عشرة اللجنة الخبرة والسياغة المجتمعين مع بعض هيصغوها ويرجعوها تاني ويفتحوا باب النقاش تاني والتصويت السند ليس ما عرفش دي طريق دي لا 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 دي القواعد خلي بالك السند دي هم وضعوا قواعد لطريقة العمل بتاعتهم ونصدهم الحق أهوة وتضع اللجنة لجنة المنظمة العملها في اللي حد دخلين هزح أكوه فيش لايح خواعد لجنة الخمسين لا هم بخضعوا قواعد ونسبة الخمسة وسبعين والكلام ده كله وضعوا قواعد بينها لجنة العشرة هيلت اه لا 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 مع لجنة السياغة ايوة ما هو صدر كارم الرئيسة الجنوري كابين يا بلكوش لأن دي لجنة دورها انتهت الزبط كده دورها انتهت هم حطوا بنظام الدخلي العمل اللجنة وده من حقوق يبقى منضيف سبب من أسباب اللوكتون مش في مشكلة لا مش سبب ده دكتور عبدالله ده عمل داخلي من مقتلات داخلي بينهم بعض اه بس الاعلان الدستوري او القرار الدوم الصلاحية دي لا ما الدوم الصلاحية دي خليكم معي الدوم الصلاحية للإستعانة بمن يراهم على فكرة في واحد نجدنا وسمع كلامي وحسب مرارتي الاستاذ عبداللطيف من محافظة القليوبية اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الخير عليك وشرفتنا ونورتنا وهات ما عندك عندي لغمين يا فندم لغمين لغمين والله فضل الدباجة بتقول الدباجة اول للقصيدة يعني لكل مواطن حقا في يومه وغده لكل مواطن حقا في يومه وغده احكام مجلس الدولة بتصدر إلغاء القرار الإداري وما ترتب عليه من أثار الحالة دي المصالح الحكومية هتقولك الدستور بيقول حقق في يومك وغدك ما ترتب ده سابقا مش مدون في الدستور دي نمرت واحد معا يا حضرتك ما نش فهم نعم ما نش فهم الدباجة الدباجة في الدستور زي ما علمتونا يعني اي انها مادة فوق الدستورية تمام فضل طيب اما يقول لي في الدباجة لكل مواطن حقا في يومه وغده اي يبقى احكام مجلس الدولة ده انا دستور يا استاذ عبلطيف ده في الدباجة التعديل اه في الدباجة التعديل اه خامس او سابس سطر تلت سطر خامس خامس او سابس سطر اه نحن جماهير وانا لكل مواطن حقا في يومه وفي غده تمام الامس فين بقى وما ترتب على القرار الاداري من قصار اي مش موجود برضو ما نش ايه الرابط بين هزا وزاك يا استاذ عبلطيف معلش يخدنا على قد عائل لا ربنا خليك بقى شك لما انا باخد حكم من مجلس الدولة اي وبيقول لك يلغى ويلغى ما يترتب عليه من اثار تمام كده ما ترتب عليه من اثار دوت ممكن يكون حق في الترقية ممكن يكون حق مادي ايه هيجي يقول للدستور بيقول المواطن ده الحق في النهاردة وبكرة ايه بيروكراطية بقى ايه لا نكشي في ما ترتب عليه من اثار في البنس طيب واللغم التاني اللغم الاخير بقى ايه اللغم الاخير اللي المفروض مادة تضاف ايه لو الدستور اتقال عليه نعم هنحطه على راسنا من فوق لو ايه لو الدستور تفقي عليه بنعم هينفذ اه يصبر وينفذ ايه طب لو اتقلق لحساب مين الوقت اللي ضاع دوت امم لو فاكر حضرتك اول مداخلالية مع ساعاتك اهلا وسهلا بحضرتك الله يخليه قلنا ان النظام لما بيسقط بيسقط معها الدستور ونجيب دستور جديد اي مش فاكر حضرتك المكلمة الاولانية دي اي ده مش فاكر حضرتك فاكرها بقى بجد يعني مفاكر اه احنا عدنا نعدل ونرقع ونرفيه وبتاعهم مش عالتيه وبعدين في الاخر الناس هتنزل مخنوقة قالت لا اه اي يبقى الحل ايه طيب هو ده السؤال ما تحط قالنا مادة برضه في الدستور نطالب بالناتقال مادة في الدستور طيب حاضر من عناي شكرا شكرا بستيزة ابلاطيف باش مهندس ابلاطيف اهلا وسهلا بحضرتك من الاليوبية اه اه يعني انا شايفه اه الباش مهندس انه مرهى في الحس جدا وانه بيتكلم على ان لكل مواطن اه الحق في يومه وفي غده اه يعني هو هو يقصد بها الحق في الحياة ولا صلة لها على الاطلاق يعني حقه في حياته في يومه في غده في ان يكون امن في كذا المودي دي نقطة النقطة التانية انه ما هواش اسمة من الدستور زي ما حضرتك قلت وقلت انه علمتونا لا احنا الدباجة ما هاش اسمة يعني اقصى ما يمكن ان تصل اليه الدباجة ودي موجودة في النظمة الاوروبية وفي فرنسا بالذات هي ذاتة قيمة دستورية يعني نفس نصوص الدستور لكن اسمة من الدستور دي مش موجودة على ظهر الارض دي نقطة النقطة التالتة اذا قالوا لأ اه ايه محلك سر ونرجع تاني من الالف ليليا اه ولو قالوا لأ وتحط في الدستور اصلا انا شوف اه كلامك يعني عجبني بس يبدي حماسك اه خلاك وقعت يعني انا اسف في خطأ بسيط انت بتقول تب ما تفكره وتحطها في النص في الدستور تب ما هم قالوا برضو لأ على النص ده ما هي لأ هتشمل النص اللي انت حطه يعني نقوله نحط نصه ولو الشعب قال لأ يبقى برضو الدستور نافذ ما تركبش وبعدين اذا لو قالوا لأ يبقى النص اللي انت عايز تقترحه هو برضو ناله من الحظ جانب ومن لأي جانب وبالتالي يا باش مهاز عبدالطيف يعني بس انشاء الله يعني خليك زينا كده متفاعل وعشان في وجه الله يا باش مهاز عبدالطيف وبشكرك جدا 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 وانا فاكر اوعى تفتكر ان مش فاكر المحادثة بتاعت حضرتك الاولانية وفيه كمان الاستاذ عبرقوف وعايز اقولك كمان وفيه اتنين مادامات بس مش فاكر اسمعهم علشان زيجانهم ما يغروش ربما اكون فاكرهم بس مش عايز اقولهم ادي حاجة بس كده يعني لكن لا احنا فاكري فيهم مادام فيكتوريا اه كده مادام فيكتوريا وانت كنت معانا في نحر ايوم وهكذا شكرا جزيلا والفريق بتاعنا ياريتنا رايح السادة المشاهدين احنا مستعدين نتعب علشان البلد دي ومستعدين نتعب علشان شعب البلد ده ومستعدين نتعب بس يعني مش هنقول بشرط لان احنا حشى لله هو احنا هنشترط علشعب ولا هنشترط على البلد ده احنا من غيرها ولا حاجة ويطلع لنا شادية ولا ايه كم مليون حاجة اشكركم وإلى ان نلتقي فاصل بسيط يا دوبك بس نشم شوية قهوة ونلتقيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة